بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من المجالس التي يعقدها صفح المعالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند الرئيس العام بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التعليق على رسالته المسمات بالجامع في صفة الصلاة قال حفظه الله تبارك وتعالى وغفر له ولمشايخنا ولوالدين والمسلمين والمسلمات آداب المشي إلى الصلاة قال الإمام أحمد رحمه الله اعلموا أن العبد إذا خرج من منزله يريد المزد إنما يأتي الله الجبار الواحد القهار العزيز الغفار وإن كان لا يغيب عن الله حيث كان ولا يعزب عنه مثقال حبه من خردل ولا أصغر من ذلك ولا أكبر في الأراضين السبع ولا في السماوات السبع ولا في البحار السبعة ولا في الجبال الصم الصلاب الشوامخ البواذخ وإنما يأتي بيتا من بيوت الله يريد الله ويتوجه إلى الله وإلى بيت من البيوت التي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فإذا خرج من منزله فليحدث لنفسه تفكراً وأدباً غير ما كان عليه وغير ما كان فيه قبل ذلك من حالات الدنيا وأشغالها وليخرج بسكينة ووقار فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وليخرج برغبة ورهبة وبخوف ووجل وخضوع وتواضع لله عز وجل فإنه كلما تواضع لله عز وجل وخشع وخضع وذل لله تعالى كان أزكى لصلاته وأحرى لقبولها وأشرف للعبد وأقرب له من الرب نعم المصنف ذكر نقلاً طيباً مهماً عن الإمام المبجلي أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في بيان ما ينبغي للمصلي إذا أراد أن يخرج إلى الصلاة ما يكون عليه من حال فإنه يستشعر أنه يأتي بيتاً من بيوت الله جل وعلا فإنما يريد إذا أراد الخروج يريد المسجد ليأتي إلى الله جل وعلا فإن المسجد بيت من بيوت الله الله جل وعلا قال عن بيوته في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأفصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب فيحدث لنفسه إذا خرج من منزله إذا خرج من منزله يريد الصلاة والمسجد يحدث لنفسه تفكرا وتدبرا وأدباً غير ما كان عليه قبل خروجه للصلاة وغير ما كان عليه من حال قبل أن يكون في الحال التي يريد بها الإيتيان إلى المسجد وإقام الصلاة كيف يكون حاله الخروج بسكينة ووقار فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك إذا خرج المسلم إلى المسجد فليكن عليه سكينة ووقار لا يأتي إليها مسرعة ولا يأتي إليها شارد الذهن غايب البالي عما يريد من أمر عظيم بل يخرج بسكينة ووقار ورغبة ورهبة وخوف ووجل وخضوع وتواضع فإنه كلما تواضع العبد لله وخضع وذل له كان أزكى لصلاته إذ يأتيها وهو في غاية الذل والخضوع والانكسار بين يد الله جل وعلا يأتيها وقد امتلأ قلبه بالخوف والرغبة بالخوف من الله ومن عقابه وعذابه وسخطه ومقته والرغبة فيما عنده جل وعلا من الثواب والأجر فإن ذلك أي استشعار عظم الصلاة والإتيان بهذه الآداب في المشي إليها مما يكون من أسباب قبول الصلاة وزكاتها وعظم أجرها وأثارها وهذا مقصود عظيم مع استشعار أنه منذ أن يخرج من بيته وهو وهو يحصل الأجر والثواب فإن ممشاه إلى المسجد ما يمشي من خطوة إلا رفع الله بها له درجة وحط عنه بها خطيئة ولذلك سيأتي بيان فضل الخطى إلى المساجد وأن من المشروع أن لا يسرع في خطاه لأن هذه الخطى مكتوبة فيقارب الخطى ويستشعر فضل الله عليه بأن هذا المشي وهذه الخطوات في ميزان حسناته نعم قال شيخنا عفى الله عفى الله عنه وقال رحمه الله ويستحب للرجل إذا أقبل إلى المسجد أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع وأن يكون عليه السكينة والوقار فما أدرك صلى وما فاته قضى بذلك جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يأمر بإثقال الخطى يعني قرب الخطى إلى المسجد ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا ما لم يكن عجلة تقبح جاء الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا تخوفوا فوات التكبيرة الأولى وطمعوا في إدراكها نعم هذه الحال التي ينبغي للمصلي إذا خرج إلى المسجد أن يكون عليها الخوف والوجل والخشوع والخضوع والسكينة والوقار فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فامسوا إليها وعليكم السكينة والوقار هذا هو حال المسلم حال خروجه إلى الصلاة وإلى المسجد ومن المشروع أن يقارب الخطى يعني أن لا يباعد الخطى في ممشاه حتى تكثر هذه الخطى فإنها آثار مكتوبة سنكتب ما قدموا وآثارهم هذه الآثار مكتوبة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد قال بني سلمة دياركم دياركم تكتب آثاركم فهذه الآثار الخطى الممشى إلى المسجد آثار مبروكة مباركة لأنها في ميزان الحسنات يرفع الله جل وعلا بها العبد درجة في كل خطوة ويحط عنه بها خطيئة وهي حسنات فهو بتقاربه للخطاء يكثر من تحصيل الأجور والثواب وحط الخطايا والأوزار وبعض أهل العلم يرى أنه في حال طمعي المسلمي أن يدرك التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام إذا أقيمت الصلاة وهو قريب من المسجد لا بأس أن يسرع قليلاً في عجلة لا تقبح يعني ليس فيها سرعة شديدة لأن الصحابة رضوان الله عليهم نقل عنهم كانوا يعجلون شيئاً إذا تخوفوا فوات التكبيرة الأولى وطمعوا في إدراكها لأن فضل إدراك التكبيرة الأولى عظيم ولذلك فالذي ينبغي للمسلم أن يبكر إلى الصلاة وأن لا يحتاج إلى أن يسرع لإدراك تكبيرة الإحرام بتعجيله للصلاة في الخروج لها والتبكير في إتيان الصلاة في المساجد نعم قال شيخنا عفى الله عنه يستحب للمصلي أن يأتي المسجد ماشياً لا راكباً لما في المشي للصلاة من الأجور العظيمة أخرج مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان رجل لا أعلم رجلاً أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حماراً تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وأن يأتي بسكينة ووقار وهما بمعنى واحد والتكرار للتأكيد وقيل السكينة التأني في الحركات التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك فإذا كان الإنسان في عباده فاللائق به السكينة والوقار فاللائق به السكينة والوقار وعدم الاستعجال فلا يسير إلى المسجد بعجلة وسرعة أو يذهب إليها بخفة وكثرة حركات وكثرة التفات فإن ذلك ينافي ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السكينة والوقار والأصل في ذلك ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا نعم السنة أن يأتي المصلي إلى المسجد ماشيا لا راكبا لأن هذه الخطوات تكتب للعبد ولذلك لما قيل للصحابي وكان يأتي إلى المسجد ماشيا ويرجع إلى بيته من المسجد ماشيا لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء يعني في شدة الحر قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشايا إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله يعني أن الله جل وعلا يكتب للمصلي إذا خرج من بيته ماشيا إلى المسجد تلك الخطوات وإذا رجع من المسجد إلى البيت كذلك إذا رجع ماشيا ففضل الاتيان إلى المسجد ماشيا والرجوع إلى البيت من المسجد ماشيا قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكتب للعبد ولذلك فضل المشي إلى المسجد على الركوب وأيضا من الآداب في الخروج إلى المسجد أن يقارب الخطأ ويعلم أن من أسباب ما يكون به رفعة الدرجات وحط الخطايا والأوزار والسيئات ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الإمام مسلم حديث أبي هريرة ألا أدلكم على ما يمح الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ثلاثة أمور الأمر الأول إسباغ الوضوء على المكاره إسباغ الوضوء على المكاره يعني في الشدائد شدة البرد أو شدة الحر فإذا أسبغ المسلم وضوءه على هذه المكاره التي يكون فيها من برد أو شدة حر فإن ذلك من أسباب محي الخطايا ورفعة الدرجات الثانية كثرة الخطى إلى المساجد كثرة الخطى إلى المساجد لذلك إذا خرج المسلم يعلم أنه في عبادة وهذه العبادة عظيمة يمح الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات ثالثة انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك من الرباط إذا فرغ من صلاة انتظر الصلاة الأخرى هذا من الرباط في سبيل الله ومن أسباب تحصيل الأجور التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك في شأن الصلاة أسباب الوضوء كثرة الخطى وانتظار الصلاة بعد الصلاة كل هذا متعلق بالصلاة ولذلك إذا خرج المسلم فإن الهيئة التي يكون عليها السكينة والوقار ما معنى هل هناك فرق بين السكينة والوقار قيل هما بمعنى واحد هما بمعنى واحد وجاءت للتأكيد وقيل وهو الأقرب أن معنى السكينة التأني واجتناب العبث التأني في الحركات وأن لا يكون النسان يعبث في جوارحه ونحو ذلك والوقار يكون في الهيئة في هيئته في غض بصره خفض صوته الإقبال على طريقه وعدم الالتفات ما يلتفته هو خرج المسجد يمنى ويسرى ويطلق بصره هنا وهناك وإنما يكون قد خفض غض بصره خفض صوته ليس بسريع الحركة كثير الالتفات كثير الكلام وإنما يخرج على هيئة الوقار على هيئة الوقار لماذا؟ لأنهم في عبادة أنت منذ أن تخرج من بيتك وأنت في عبادة واللائق بالمسلم حال كونه في عبادة أن يكون أن يكون في وقار وسكينة فإنه في طاعة لله جل وعلا نعم قال شيخنا عفى الله عنه ويقارب بين خطاه أي يكون في مشه إليها معتدلا فلا يكون متباطئا ولا مصلعا لأن ذلك أدعى إلى السكينة والوقار ولأنه أكثر في عدد الخطى فيزاد في أجره أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد وهل له الإسراع إذا سمع الإقامة اختلف أهل العلم على قولين القول الأول أنه ينبغي له أن يمشي على عادته فما أدرك صلاه وما فاته قضاه وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية في مذهب الحنابل واختيار شيخ بن باز رحمه الله واستدلوا بحديث أبي هريرة السابق إذا سمعتم الإقامة فمشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسريعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وبحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة ولم يستثني صلى الله عليه وسلم إدراك تكبيرة الإحرام أو الركعة أو الجماعة أو الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين الهدي في ذلك فالسكينة والوقار والهدوء والمشي بلا سعي هو الهدي المحمدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم القول الثاني أنه إذا خاف أن تفوته أنه إذا خاف أن تفوته الصلاة أو شيء منها فلا بأس أن يزيد في مشيه ويسرع فيه ما لم يخرج بذلك عن حد السكينة والوقار المأمور به في ذهابه إلى الصلاة وهو قول المالكية ورواية في مذهب الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واستدل بمجاء عن الصحابة من فعل ذلك نعم هذه سنة في خروج الإنسان من بيته إلى المسجد أن يقارب بين خطاه يعني أن يكون في مشيه معتدلا لا يسرع ولا يكون متباطئا بشكل يكون فيه خروج عن ما يعلفه الناس في المشي المعتدل وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم يمشون مشيا قليلا يعني لا تكاد وأنت تمشي معه إلا أن تشعر وتعرف من حاله أنه يقارب الخطى بشكل كبير حتى قال جاء في الاستذكار ابن عبدالبر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لو مشت معه نملة لم لم يسبقها لأنه لم يكن يسرع ولم يكن يسرع ويباعد في خطاه إذا خرج إلى المسجد وذلك حرصا من المسلم على كثرة الخطاء فإن هذه الخطاء مكتوبة وأثار يجدها في ميزان حسناته فلذلك السنة أن يقارب الخطاء وأن لا يسرع وهو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بل ونهى عن الإسراع فقال ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه وإن سمع المسلم الإقامة فإنه يمشي إلى الصلاة ولا يسرع وعليه بالسكينة والوقار ولذلك جاء الخلاف عند أهل العلم لمن سمع الإقامة هل له أن يسرع ليدرك تكبيرة الإحرام القول الأول على ما نص عليه الحديث الذي جاء ذكره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامسوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وهذا نص في المسألة وأنه إذا خرج الإنسان إلى المسجد أو كان قريبا من المسجد وسمع الإقامة فهل له أن يسرع على غير المعتاد يقال وهو القول الأول وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية في مذهب الحنابلة بأنه ليس له الإسراع للنص ليس له الإسراع للنص وإنما يمشي وعليه السكينة والوقار فما أدرك فصلى وما فاته فيتم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث بقتاده أنه سمع جلبة رجال وهو في الصلاة فلما فرغ من صلاته قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فهذا نهي إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة يعني الإنسان ما يكون مسرعا ويحدث صوتا كما يحدث من بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع أو لما يسمع الإمام قد ركع أو أراد لحق التكبيرة الأولى تجده يسرع فيحدث جلبة يعني صوتا صوت قدميه لأن الإنسان إذا أسرع أحدث صوتا وهذا الصوت يكون كالجلبة يعني صوتا مسموعة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال لا تفعلوا فإذا أتيتم إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لا في تكبيرة الإحرام ولا في إدراك الركعة ولا في إدراك الجماعة ولا في إدراك الجمعة وأنه عن ذلك عام يشمل الأحوال هذه كلها القول الثاني أنه إذا خاف أن تفوته الصلاة أو شيء من الصلاة أو أراد لحوق تكبيرة الإحرام أو إدراك الركعة فلا بأس أن يزيد في مشيه ويسرع في ذلك ما لم يخرج عن حد السكينة والوقار المأمور به في ذهابه إلى الصلاة وهو قول المالكية ورواية في مذهب الحنابل واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واستدلوا بما جاء عن بعض الصحابة ولا شك أن القول الأول أوفق للنصوص نعم أحسن الله إليكم قال حفظه الله ولا يشبك أصابعه أصل الشبك هو الخلق والتداخل ومنه تشبيك الأصابع وهو إدخال الأصابع بعضها في بعض والاشتباك بهما فيكره للمصل حال ذهابه للمزد أن يشبك بين أصابعه وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ ابن باز والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبك بين يديه فإنه في الصلاة نعم مما ينبغي أن يراعيه الخارج إلى المسجد يريد الصلاة ألا يشبك بين أصابعه أن لا يشبك بين أصابعه والتشبيك هو إدخال الأصابع بعضها في بعض والتشبيك بينهما بيهما باليدين فيكره للمسلم إذا خرج إلى المسجد أن يشبك بين أصابعه وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة واختيار شيخ الإسلام بن تيمية واختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز من باز غفر الله له والدليل في هذا الحديث الذي أخرجه أحمد وعبو داود والترمذي وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبك بين يديه فإنه في الصلاة والمسلم أيضا منهي أن يشبك بين أصابعه في صلاته فهو منهي أيضا منذ أن يخرج وحال انتظاره إلى الصلاة وفي الصلاة عن تشبيك الأصابع نعم قال شيخنا عفى الله عنه ويقول ما ورد من ذكر الخروج من المنزل وهو ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج للمسزد وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فلا يجوز للداخل للمزد أن يبتدئ بنافلة سواء كانت تحية المزد أو غيرها وذلك لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ولا فرق في هذا النهي بين الراتبة وغيرها ولا بين راتبة الفجر وغيرها من الرواتب خلافا للأحناف والحكمة في ذلك ما أشار إليه النووي رحمه الله بقوله أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام وفاته بعض مكملات الفريضة فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها قال القاضي وفيه حكمة أخرى وهو النهي عن الاختلاف على الأئمة واختلف العلماء في من شرع في صلاة نافلة ثم أقام المؤذن ثم أقام المؤذن الصلاة هل يتمها أم يقطعها نعم ومن السنة إذا خرج المسلم من بيته يريد المسجد للصلاة أن يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للمسجد وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلف نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا يسأل ربه النور ومن هدي إلى نور الله جل وعلا فلا يضل ولا يشقى نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء فيسأل العبد ربه النور أن يجعل الله جل وعلا النور في قلبه والنور في لسانه والنور في سمعه والنور في بصره والنور من خلفه ومن أمامه ومن فوقه ومن تحته وأن يهبه نورا وإذا كنت في نور فإنك تهدى فإن من أسباب الهداية إلى الطريق المستقيم النور يرى الإنسان بهذا النور الطريق المستقيم ويهتدي إليه وعما من كان في ظلمة وفي ظلمات نسأل الله العافية فإنه يضل عن الطريق ولا يهتدي إليه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وإذا أقيمت الصلاة يعني دخل المسجد فأقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لا يبتدأ بتحية مسجد أو أداء راتبة فإنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا فرق في عدم الإتيان بغير المكتوبة إذا أقيمت المكتوبة لا فرق في هذا النهي بين الراتبة وغير الراتبة لا راتبة الفجر ولا راتبة الظهر التي تكون القبلية ولا في غير الراتبة كتحية المسجد ونحو ذلك إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة والحكمة في هذا أن يتفرغ العبد للفريضة من أولها ولا ينشغل عنها بشيء خارج الفريضة لا راتبة ولا نافلة وقال القاضي أن من الحكم في هذا النهي عن الاختلاف على الإمة هذا الإمام هو الذي يؤتم به ويصلى خلفه فلا يكون منفرداً عن الإمام وهذه أيضاً حكمة مراعاة في الشريعة نعم قال شيخنا عفى الله عنه واختلف العلماء في من شرع في صلاة نافلة ثم أقام المؤذن الصلاة هل يتمها أم يقطعها القول الأول أنه يتمها واستدلوا بعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ووجه الدلالة أن قطع النافلة أن قطع النافلة إبطال للعمل والآية ناهية عن إبطال الأعمال مطلقة فتدخل النافلة في هذا العموم القول الثاني أنه يقطعها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة ووجه الدلالة أن قطع الصلاة التي هو فيها عند إقامة الصلاة دليلها خاص والخاص يخص العام ولا يخالفه ويقضي عليه القول الثالث التفصيل وهو إن كان رفع من الركعة الثانية فلا يقطعها بل يتمها خفيفة لأن ما بقي من صلاته لا يسمى صلاة مستقلة ولا يصدق عليه أنه صلى صلاة أي ركعة بعد الإقامة وهو اختيار شيخ بن بازر رحمه الله وهو الراجع في المسألة والله أعلم وسبب اختلافهم هو اختلافهم في المقدر في قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة فمنهم من قدره لا صلاة صحيحة وعليه فالصلاة هاهنا باطلة لأن قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة خبر بمعنى النهي أي فلا تصلوا والنهي يقتضي الفساد فالصلاة باطلة من جهة الشرع لا من جهة فعل المكلف فلا يشمله النهي الوارد في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ومنهم من قدره لا صلاة مبتدأة فلا يصح الشروع في صلاة بعد إقامة الحاضرة ولكن يصح إكمال المشروع فيها نعم هنا مسألة وتقع كثيرا إذا ابتدأ المسلم في صلاة النافلة سواء كانت الراتبة أو تحية المسجد أو غير ذلك وأقيمت الصلاة وأقيمت الصلاة فهل يتم هذه النافلة أو يقطعها القول الأول أنه يقطع القول الأول أنه لا يقطع الصلاة وعليه أن يتمها لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم وأن قطعها من إبطال العمل وهذا دليل عام ويشمله عندهم يشمل هذا الأمر وهو أنه لا يقطع النافلة لا يبطل عمله الصالح والقول الثاني أن الواجب قطع الصلاة النافلة إذا أقيمت إذا أقيمت المكتوبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة قالوا يقطعها لأن إقامة الصلاة إذا أقيمت الصلاة فلا تصح عندهم أي صلاة من صلوات النوافل مع إقام الصلاة المكتوبة ويقدرون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا المكتوبة يعني لا صلاة صحيحة إلا المكتوبة فعليه أن يقطعها لأنها غير صحيحة وعليه أن يقطعها وهذا القول هو الموافق للنص الخاص ويردون على أصحاب القول الأول الذين يستدلون بقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم أن وجه الاستدلال بهذه الآية في هذا الأمر غير صحيح لأن العامة في قول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم هذا نص عام جاء ما يخصصه في الصلاة المكتوبة إذا أقيمت فلا صلاة إلا المكتوبة فهذا نص خاص والخاص مقدم على العام الخاص مقدم على العام ويبقى العام في عمومه إلا فيما خص وقد خص خصة هذه الحالة أو خص هذا الحال بأنه إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا صلاة إلا المكتوبة وأصحاب هذا القول يقولون بعض أصحاب هذا القول يقولون لكن لو كان في آخر الصلاة إلا كان في آخر الصلاة بما لا يصدق على الباقي أنه صلاة إذا بقي من صلاته ما يصدق عليه أنه ليس بصلاة لوحده يعني الإنسان الآن قام من في تحية المسجد قام من الركوع الثاني وأهوى إلى السجود ما بقي من صلاته السجود السجدتين والجلوس هذه لا تسمى صلاة لا يمكن أن يصلي الإنسان بأقل بأقل من قيام وركوع فما بقي لا يصدق عليه اسم صلاة وقول المسجد فلا صلاة المتبقي منه ليس بصلاة المتبقي من هذا الذي لم يعد بقي عليه إلا ما بعد الركوع الثاني لا يصدق عليه اسم الصلاة فقالوا إذا وصل إلى أنه ما بقي من صلاته لا يصدق عليه اسم الصلاة فله أن يكملها فله أن يكملها فقالوا بهذا القيد مع قولهم بأنه لا صلاة إذا أقيمت المكتوبة إلا المكتوبة وهذا هذا القول بهذا القيد قوي موافق للنص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر نعم قال شيخنا عفى الله عنه وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وهذه قاعدة مستمرة في الشرع أن ما كان من باب التكريم والتشريف يستحب التيامن فيه وما كان بضده فيستحب التياسر فيه قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب التيامن في دخول المسجد وغيره وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله قال ابن رجب رحمه الله يدل على تقديم اليمنى في الأفعال الشريفة واليسرى فيما هو بخلاف ذلك فالدخول إلى المسجد من أشرف الأعمال فينبغي تقديم الرجل اليمنى فيه كتقديمها في الانتعال والخروج منه بالعكس فينبغي تأخير اليمنى فيه كتأخيرها في خلع النعلين نعم مما يذكره أهل العلم من السنن للمصلي إذا أراد أن يدخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى في الدخول وهذا ليس فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بأنه إذا أراد أن يدخل المسجد قدم رجله اليمنى وإنما دليله قاعدة الشرع المطردة أن يدخل فيه ما كان من باب التكريم والتشريف بقول النبي بقول عائشة رضي الله عنها في حال النبي صلى الله عليه وسلم كان 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 يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله فهذا من باب الاستدلال بالعام في استحباب دخول المسجد بتقديم الرجل اليمنى وإلا ليس هناك نص خاص في استحباب تقديم الرجل اليمنى عند الدخول إلى المسجد وإنما فيه فعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم كابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقد جاء كما عند البخاري في باب التيمن لأنه ترجم للباب بقوله باب التيمن في دخول المسجد وغيره وجاء في الاستدلال على هذه الترجمة لهذا الباب بفعل ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ برجله اليمنى وإذا أراد أن يخرج بدأ برجله اليسرى وذكر أيضا حديث عائشة في عموم استحباب التيمن في شأن النبي صلى الله عليه وسلم كله في طهوره وترجله وتنع عليه نعم قال شيخنا عفو الله عنه ثم يقول ما ورد في الدخول للمسجد وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته عند دخول المسجد والخروج منه إلى أذكار جامعة مناسبة للحال فقد أخرج مسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك زاد أبو داود والبيهقي وغيرهما إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فيستحب للداخل للمسجد أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة ولا يجمع بينهما قال ابن رجب رحمه الله العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وإن كان بعضها أفضل من بعض لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع أوقات شتى ظاهر كلام الأصحاب الأول واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله الثاني لأن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه نعم يستحب للداخل للمسجد أن يأتي بدعاء دخول المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك فإذا أراد أن يدخل يشرع له أن يدعو بهذا الدعاء اللهم افتح لي أبواب رحمتك وجاء أيضا في الدعاء لدخول المسجد بأن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فإذا أتى بهذا مرة أو بهذا مرة فحسن وإن داوم على أحد الأدعية فهو أيضا على خير المهم أن يحرص المسلم على أن يأتي بدعاء دخول المسجد وإذا دخل المسجد يشرع له أن يسلم يشرع له أن يسلم يقول السلام عليكم نعم قال شيخنا عفى الله عنه وينبغي للمرء وينبغي للمرء أن يحضر المسجد مبكرا وأن يتقدم للصف الأول لما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوى هذا من السنن للمصلي أن يأتي إلى المسجد مبكرا وأن يتقدم للصف الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يعني من الأجر والثواب ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يعني أن تضرب بينهم القرعة ويستهموا على الصف الأول لاستهموا لأن الفضل فيه عظيم صف الأول وكل صف متقدم أفضل من الذي يليه صف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث وهكذا صف المتقدم أفضل من الذي يليه والمسلم يحرص على أن يكون في الصف الأول ومما يكون معينا لحصول المسلم على هذا الأجر التهجير إلى المسجد يعني التبكير لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو ولو يعلمون ما في التهجير لستبقوا إليه لهذا كان السلف رضوان الله عليهم يحرصون غاية الحرص على التبكير إلى الصلاة والخروج إليها مبكرا نعم قال شيخنا عفى الله عنه أن يصلي تحية المسجد وتحية أصلها تحية تفعل فأدغمت ومعناها السلام كأن هذه الصلاة في أول الدخول إلى المسجد بمنزلة السلام وقولهم تحية المسجد هي علانية حذف المضاف وأصلها تحية رب المسجد لأن المقصود منها التقرب إلى الله تعالى لا إلى المسجد لأن الإنسان إذا دخل بيت الملك لأن الإنسان إذا دخل بيت الملك يحيي الملك لا بيته وسميت بذلك لأن الداخل للمسجد يبدأ بهما كما يبتدئ الداخل على القوم بالتحية أخرج الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس قال فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وفي لفظ إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس والصحيح أن تحية المسجد مستحبة بل نقل النووي الإجماع على ذلك فقال أجمع العلماء على استحباب تحية المسجد قال ابن دقيق العيد قال ابن دقيق العيد رحمه الله ولا شك أن ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل ولعلهم يفعلون في هذا ما فعلوا في مسألة الوتر حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد وقول السائل هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع فحملوا لذلك صيغة الأمر على الندب لدلالة هذا الحديث على عدم وجوب غير الخمس والصحيح أيضا أن تحية المسجد تؤدى في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب وهو رواية في مذهب الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا ابن باز نعم إذا دخل المسلم المسجد شرع له أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس وهذه سنة على الصحيح أنها سنة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وفي رواية إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يخطب الناس فقطع الخطبة لما رأى رجلا دخل إلى المسجد فجلس فقال قم فصل ركعتين دل ذلك على أنها سنة مأمور بها حتى أن بعض أهل العلم قال بوجوبها لأن الأمر يقتضي الوجوب والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وقضع خطبته ليأمر بها وقال وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ولما رأى من دخل إلى المسجد وكان جالس صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فجلس قبل أن يصلي ركعتين قال ما منعك فهذا أيضا يدل على أهمية هذه الصلاة أن تركع ركعتين قبل أن تجلس فقال الرجل رأيتك جالسا والناس جلوس فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي أو يركع ركعتين ولذلك فإنه يشرع للداخل المسجد أن يصلي أن يصلي ركعتين تسمى تحية المسجد وما منع القول بالوجوب إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل ما يجب عليه فعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الواجبات ومن ذلك قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد فقال السائل هل علي غيرهن فقال لا إلا أن تطوع فدل على أن ما كان فيما عدا الصلوات الخمس ليس بفريضة ليس بواجب ولذلك فإن تحية المسجد تؤدى في كل وقت في وقت النهي أو في غير وقت النهي على الصحيح وأنها لا يشمل ها النهي لأنها من ذوات الأسباب لها سبب وهو دخول المسجد والنهي إنما يشمل الصلاة التي ليس لها سبب تطوع المطلق إذا دخل وقت النهي فإن المسلم لا يصلي في أوقات النهي ولكن إذا كان هناك من سبب لهذه الصلاة فهي مستثنى من النهي ومن دوات الأسباب تحية المسجد وأن يصلي ركعتي الطواف وأن يصلي ركعتين للوضوء وغير ذلك من الصلوات التي يكون لها سبب فتحية المسجد الصحيح من قول العلماء أن تصلى في كل وقت إذا دخل الإنسان ولو كان بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر دخل المسجد يصلي ركعتين نعم قال شيخنا عفى الله عنه ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر لألا يتشبه بأعمال الشيطان والمنافقين وهو اختيار ابن حزم وشيخ ابن باز أخرج مسلم عن أبي الشعتاء أنه قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين قال ابن بطال رحمه الله يحتمل أن يكون معنى هذا النهي والله أعلم لألا يشبه فعل الشيطان في هروبه لألا يسمع النداء وأخرج الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع النداء في مسجد هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق نعم ومن ما ينبغي أن ينتبه إليه المسلم إذا كان في المسجد فأذن المؤذن ألا يخرج إلا لعذر لأن الذي يخرج إذا سمع الأذان من المسجد هو الشيطان فإنه إذا سمع النداء أدبر إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فالذي يخرج إذا سمع النداء من المسجد أشبه فعله فعل الشيطان وقد جاء وقد جاء النهي صريحا في عدم الخروج من المسجد إذا أذن للصلاة قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع النداء في مسجد هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق فإذا خرج لغير حاجة بعد الأذان فإنه قد خالف خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه رأى رجلا خرج لما أذن المؤذن فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم يعني النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال شيخنا عفى الله عنه ويستحب له بعد ذلك أن يجلس مستقبل القبلة لأن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والمصلي يكون مستقبلا للقبلة وأن يشتغل في أثناء جلوسه بقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وغيرها من الأذكار فلهذا عمرت المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن وينبغي أن يعظم المصل المساجد فهي أمكنة النور والصالحين والملائكة وهي أحب البلاد إلى الله عز وجل لأنها بيوت الطاعة وأساسها على التقوى وهي محل نزول الرحمة فلا ينشغل المسلم بأمور الدنيا التي تصرفها عن مقصد حضوره عن مقصد حضوره للمساجد ومن ذلك ما نراه من انشغال كثير من المصلين بالعبث وقد يمر فيها من الصور أو الأصوات ما لا يجوز رؤيته أو سماعه ومن ذلك ما يكثر في الحرمين الشريفين من الاشتغال بالتصوير نسأل الله للجميع الهداية قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح لهم فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وإذا كانت المساجد قد بنيت لعبادة الله تعالى وتوحيده فينبغي صيانتها عن كل مظهر يتنافى مع التوحيد فلا تبنى على القبور ولا تقام فيها القبور أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اتخذوا قبور أنبيائهم مسجد وأخرج الشيخان أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجد وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة نعم هذه المساجد تعظم والمسلم إذا كان في المسجد شرع له أن يجلس مستقبل القبلة مستغلا بذكر الله جل وعلا بقراءة القرآن التسبيح والتهليل وعدم الإنشغال والإنصراف إلى أمور الدنيا ولذلك نهي في المساجد عن إنشاء الضالة وعن البيع والشراء ونحو ذلك لأنها هذه المساجد إنما بنيت إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من تعظيم المساجد أن تصانعا كل مظهر يتنافى مع التوحيد الخالص لله جل وعلا فلا تبنى على المساجد القبور ولا تبنى المساجد على القبور ولا تقام فيها القبور ولا تجعل القبور في المساجد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجد ولما ذكرت أم حبيبة وذكرت أم سلمة كنيسة كانت في الحبشة فيها تصاوير قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجد وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة نسأل الله السلامة والعافية اشتركوا في القناة